السلام عليكم ورحمة الله. جايين بفيديو مبسك كده. النهار ده الجو قافل خالص. كان فيه شوية حمام كانوا معدين في المنطقة عندنا. طبعا تفرقوا علينا كلنا. كانوا الحمام ده كان داخل في قلب التنوني من جوة. مشي اللي مشي وكان فاضل بتعكام فاردة حمام كده. المهم وهم ما ماشيين جوم اتنين. خدوا معايا. كان فيهم حلس وكان فيهم مساوت. المساوت فلس من الحمام ومشي. ما قدرش اللي هو ايه? الحم كان لسه متفتح له بقاله شوية فالحم لسه فيه جهد الحم بيفرب كتير. فمش عايز اللي هو يحط. رح المساوت رح ماشي من نوم تفليس. دخل مكان اللي هو الحتة اللي هو جاي من النعل اللي هو في الطنوني جوه. انا هجي الوقت معايا. حلس في قلب الدورة بتاعت الحم. الحم كان هيحط. بس لسه الحم عشان مش معادي اللي هو بيحط يجي الوقتي. فانشوف الدنيا ايه? ونرجع لكم. الحياة للناس كلها اللي بتكتب لنا كلام حل. الناس اللي بتشجعنا. الناس اللي بتدعمنا. الف شكر للناس كلها. الناس اللي فاهمها الاصول. الناس اللي فاهمها الغواية. يا حياة الناس. مش عايزين بقى اللي احنا نزود الحمام لان الحم اللي انا اطلعه جلوقتي فيه مجهود. لسه اللي انا قصة ما زودتش لسه ما طلعتش التانية بتاعتي لسه ما طلعتش التزاود بتاعتي. فانا سايب الحم ده يعتبر شغال لوحده. فالحم على حسب تعودك. هو تعوده اللي هو بيمشي بياخد مشروع وبيجي. لو كان انت اطعب حمام. تبتدي اللي انت تزود عليه. فبيبتدي الحم فاهم انت بتعمل ايه. جلوقتي هو الحم لسه نايم في قلب الدورة تحت. بس انا ما فيش التانية بتاعتك اللي انت دي تاني. ما فيش التزاود بتاعتك. فالطبيع الحمام هيبتدي اللي هو يفرج تحت الغية من تحت. وشوية هتلاقيه ايب عالي. لان هو لسه الحمام في جهد. لسه الحمام في باورد. لان احنا لما بنجي ندي التانية. بنزود نفس الحمام زي ما انا بقولك في الفترات اللي قبل كده. ممكن فاردة حمام تشغل بمجالي. يعني فاردة حمام بتزوده. ممكن بتدي مجهود للحمام لان فاردة الحمام ببقى طالع في الباورد بتاعه. فاردة الحمام لسه مجهوده بحاله. فبيطلع يبتدي ان هو يشغل الحمام. فبتلاقي الحمام ابتدى اللي هو يسخل معه وابتدى اللي هو يشتغل. فانا شايف ان الحمام اهو نازل تحت في قلب الواطر كده. بس مش عايز. فانشوف الكلام كده تعالى اسف كده ايه. بقى كده شوف الحمام هو. عنديش بقى فاردة حمام احطت على الضهر. يحطت الحمام بيه وقصة دي. لأ اي فاردة حمام بيطلع يركب وسط الحمام يطلع يشتغل مع الحمام. مفيش ازدك مفيش فاردة حمام تقطلهم على الضهر تلاقي الحمام هو بقى وليه? عددى. لأ الحمام كده كده في مجهود في جهد اللي بسيبه خالص براحته لغاية ما يخلص. دوره لغاية ما يخلص مجهوده ويحط ما فيش عندي مشكلة. لكن اللي انا عمل لهم ازدك الحمام يكون في كد السماء قدلهم فاردة الحمام عددى تلاقيهم هبا متقومين عددى. انا مش عايز اعمل الشغلانة دي خالص. والشغلانة دي بتقل المجهود بتاعك بيبتدى الحمام يقدم عدد لمشاكل. المشاكل اللي هي ايه? بيبتدى الحم يخبط. بيبتدى الحم يشخور. بيبتدى الحم ما فيهوش جهد. ممكن اي حد ينزل ينام دي. يلاقي نفسه في وسط الحم بتاع الاردة. على الظهر على طول. عشان انت اللي عامل كده ومعود الحمام بتاعك على كده. فيش اي مشكلة. طب انت بتتزنب بنص ساعة بالساعة في قلب الندارة. معنديش اي مشكلة خليه. في قلب الندارة انت فاهمة ده ما الحمام شغال. ما فيش اي مشكلة خالص. دي متعة. ده النشي ده انت فاهمني ازاي مش دولتين وحتى. لأي النشي لازم ان الحمام يخلص الباور بتاعه. لازم ان الحمام يديك مجهوده. لازم ان الحمام تتكيف منه لان احنا مبنعودش طول السنة عشان مربش وقت شبابات وتلاقيهم دولتين وحتى. اللي رب الله عزيزة. المغرب بيد ده. السبحان بقى اسمع الشتر ازال. الحمام بتلت اللي هو بقى ايه? بيحلنا خلاص عايز يخط. وانه ما تقوضوا على كده. بان. بان برضه حطته مش عيد لانهاردة. بقى وعاكسهم. ولما بيكونوا برضه ايه. تعودين على بعضهم كده واحد لبيار البار بتاعيه. لكن دولة اللي انا بجريرهم دولة اللي انا برميه. بقشان كده ايه? حطوتهم مع كوس البار. ده اللي هم يعطيها ايه? لما الحام كله ببقى قلبه بعضهم في الحام يبقى جهدوا قليل. بيبتدي اللي هو يحط بخلاص الحام بيخل على الضهر. بيبتدي اللي هم يحطوا على بعضهم حتى لو حطوا شوية او مجموعة او اطفع. في الاول بتلاقي الباقي لان في الحام قدامهم على الضهر. لكن انت في الوقت شايف ان الضهر قادي مفهوش فرد حمام. فالخبير اللي هم قعد بيه? شرجعي. بس هو فرد الحام اصلا مش مستحمل اللي انا هفتح لحام تاني. نسيبه كده برضو لان هو متطمن خالص. لان هو لما كانوا ممشين مشين بالعدد ده. يعني ممشين حوالي حوالي حاجة وتلاتين فرد حمام. فهو فرد الحام لما جيه دب بنفس في الحمام تين. فهو افتكر اللي هم دورها بتوعهم. ومعزم الحمام اللي هو كان فستومة او متربه فستومة او اللي كان بيكر كده. معزمه من نفس التلاوين اللي انا عاملهم. فعشان كده فرد الحمام متطمن. انا عرفت الكسة دي كلها من صاحب طنبة قال لي كان فيهم واحد اتنين تلاتة انا في الاول في الاخر فاكرهم بتوع كنتا. فانا ما لقيتهم كده قلح. فرد الحمام ما يمتطمن فيهم. حاكمني مش غريب خالص. انا اوه. نجيش انا في الخلس الجتة دي خالص. فاردة حان جتة طريقة. محبس. انا وفاك دي الحمام ده ما كانوا اعلننا ما سوهم ما مشي. ده انا زيت نفسي زهقتلهم. وبرد الحمام لفاك دي الحمام والمزراء. لا اي لقوت. فين يا ابوخ؟ ورا المسود عند الامر. اه. ورا المسود عند الامر اه. ورا المسود عند الامر اه. جنب اللبية تشعله بازه اهو خلاص خلاص اهو جيد خلاص بص يا جدعان برد الحام اهو الحلس اهو تحت رجلي لما اجا اسلك اسلك الحام بتاعي ليه الغري البنابسي جدا بخلاص خلاص سختار حلس نظر بخلاص لانوار اولاد خلاص بخلاص جداء شخص دم زوجت حسلم خلاص بخلاص جدا زوجت الحام ده خطي في الباب ده ايه. بتاعت اللي زرق ده. ودي الحلسة واني ده. طب انت بتقول انا ما بلفش حمال. وانا لفته ليه بقى? لان انا عارف الحام بتاعي. مش هيحط جلوقت. الحام هيفضل يفرط. اصدم الحام مش هيحبس جلوقت. الحام اول ما بيلاقي فرد حام غريب. هيبتدي اللي هما يفضل يجور عليه. فهم لسه اساسا الحام حط. لسه ما اكتشفوش ان فيهم فرد حمال غريب. فانا لازم انا جيبه وعددهم قليل. فانا عشان كده لفته. ونازل فرد الحام مستحكم مستعدل. فيهم فردين حام بتوعي. لفتهم عشان مستعدلين معا. لكن لو فرد الحام فيهم غريب بين بتوعي. واقف. مساء على الخرزانة. مش مستحكم. مش هلف فرد الحمام ده. مش عشان خاطر امسك فرد حام زي ده. اكسل لجناح فرد حام بتاعي. لأ. لما انا امسك كده كده كان فيه البنفسجة اوه. والنسترالي بابا. لازم انت تسلك الحام بتاعك الاول. وحطه في البفان. ما يطلعش. فرد الحام بتاعي اللي انت مسكه بقى. تبتدي اللي انت تسلكه ومفيش اي مشكلة. فانتظرونا من جديد لك ديك. انا معكم كده ده. والسلام عليكم ورحمة.